أعلن وزير الزراعة استصلاح الأراضي سيد القصير اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام تمثل المبادرة فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكنها من مجابهة هذه التغيرات أشار وزير الزراعة لأن الهدف الطموح لهذه المبادرة يأتي في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمة التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 كما تتضمن عدة مبادئ إرشادية متمثلة في ضمان عكاس بعض الأمن الغذائي وتنوع النظم الزراعية والغذائية في الأنشطة كذلك تحرص على تفعيل وسائل تمولية مبتكرة